شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مسيرة الاتحاد لأبناء القبائط انطلقت ضمن فعالية مهرجا الشيخ زايد التراثي لعام 2018 في منطقة الوثبة في أبو ظبي وذلك بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين من هنا ضوابة الحصن ومع رفع أعلام الدولة وترديد الأهازيج الشعبية التي تعبر عن الفرحة والفخر بوطن الكرامة انطلقت مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما شهد المسيرة التي نظمتها وزارة شؤون الرئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الضفرة ومعالي الدكتورة أمل لقباسي رئيسة المجرس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل انهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين واسمو الشيخ سيف بن محمد آل انهيان واسمو الشيخ سرور بن محمد آل انهيان واسمو الشيخ هزاع بن زايد آل انهيان نايب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي واسمو الشيخ عيسى بن زايد آل انهيان واسمو الشيخ انهيان بن زايد آل انهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل انهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق اسمه الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسمه الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واسمه الشيخ حامد بن زايد الانهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي واسمه الشيخ خالد بن زايد الانهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة واسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيان ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح ومعالي الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ومعالي روجر نوكود دانج رئيس البرلمان الأفريقي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان عن سعادته وفخره بهذا التجمع والتلاحم الوطني لأبناء الإمارات الأوفياء مؤكدا سموه أن مشاركتهم اليوم هي رسالة محبة واعتزاز بالفكر والإرث التاريخي الأصيل والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه لدى أبناء الإمارات كما أنها رسالة فخر بحكمة قيادتنا التي تمضي بمسيرة الاتحاد المبارك نحو المستقبل المستهر وقال سموه أن مسيرة أبناء القبائل ورجالها صورة وطنية مشرفة تعبر عن ولائهم وانتمائهم لوطنهم المعطاء وإيمانهم بوحدتهم وتلاحمهم وثوابتهم الوطنية التي يرتكزون عليها لمواصلة البناء والتقدم وقد شارك في مسيرة الاتحاد حشد من أبناء القبائل من مختلف مناطق الدولة ومدنها مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة واختتمت الاحتفالة برقصة العيالة التي أدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وأسمو الشيوخ في مشهد يعبر عن تلاحم قويا بين الشعب والقادة